الدليل من السنة على البدعة الحسنة أدلة كثيرة منها ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هنا الشرط أن يكون ما أحدث على خلاف الشريعة على خلاف الدين على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر إن كان على خلاف واحد من هؤلاء هنا تكون هذه البدعة المحدثة ضلالة مردودة فاسدة غير مقبولة فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للعلماء والمجتهدين من أمته أن يحدثوا بعده ما يكون موافقا للدين أما إذا كان هذا العمل مما عليه أمرنا فهو مقبول بدليل الأحاديث الأخرى من سن في الإسلام سنة حسنة هؤلاء المجسمة المشبهة الذين يكفرون المسلمين ماذا يقولون لا يوجد بدعة حسنة يقولون البدعة دائما ضلالة يقال لهم من أعلم أنتم أم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يوجد بدعة حسنة كيف قال من سن في الإسلام سنة حسنة سماها حسنة ثم هنا لا يتكلم عن نفسه ولا عن الخلفاء الراشدين بل هنا من هذا لكل إمام مجتهد لكل عالم مجتهد ليس مقيدا به ولا بالخلفاء الأربعة من سن في الإسلام سنة حسنة سماها حسنة وأذن لهم وقال فله أجرها ليس هذا فقط وأجر من عمل بها بعده وليس هذا فقط من غير أن ينقص من أجورهم شيء ثم بعد هذا الإذن والبيان قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده لا ينقص من أوزارهم شيء فلا ينقص من أجورهم شيء